الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبدو ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله وبعد اليوم ان شاء الله مع الآية الثالثة من كتاب التوحيد وهي قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لبحثنا من أول كتاب كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون وقوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولنا نعبد الله واشتني بالطاغوت وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات من سورة الإسراء يقول في الشرح قوله وقوله تعالى نحن هنقول وقوله ولا وقوله أي واحد بس تثبت ماشي كده لأننا نعرف ما أطوف عليه فيقول وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال مجاهد مجاهد بن جبرو من أمة التفسير من التابعين رحمه الله قال وقضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم قرأ يعني قرأ ماشي كده ووصى ربك بدل وقضى ربك قال والابن جارير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقضى ربك قال أي أمر يبقى وقضى أي أمر وإيه ووص طيب السؤال هنا هل القضاء أو الأمر هنا أمر شرعي ديني ولا قدري كوني هو ذا اللي هيتكلم فيه ماشي كده وذا اللي بتكلم فيه في الهامش شرعي شرعي ديني احنا قلنا ايه فرق بين الشرعي الديني والقدري الكوني فين انقول هل هذا الأمر يحب الله ويرضاه ولا لا منهما لا يحب وما لا يرضاه انقول أقضى ربك ألا تعبده إليه إياي هذا أمر مما يحب الله ويرضاه الامر الثاني هل كله هنجد هنا منهما من عبد الله ومنهم من من لم يطع الله عز وجل ولم يعبده يبقى اذا يبقى الأمر شرعي ديني يقول قضى أي أمر ووصى وهذا هو القضاء الشرعي وهو غير القضاء الكوني القدري في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون خذوا بالك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه صح كده وقضى ده قضاءه طيب إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ده قضاء برضو بس تعت كن فيكون ده إذا قضى أمرا ده قضاء كون قدر وقضى ربك إلا تعبد إلا يدى قضائه شرعي دين يبقى احنا الآن عندنا في قضاء كون قدري وقضاء شرعي دين زي ما مر معنا في أمر قدري كون وفي أمر شرعي دين وكذلك في حكمة كونية قدرية وفي حكمة شرعية دينية ماشي كده وفي حكم شرعي دين وفي حكم قدري كون هكذا يعني في عدة أمور ماشي في إرادة كونية قدرية وفي إرادة شرعية دينية لكن المشيئة لم ترد في القرآن ولا في السنة إلا كونية قدرية المشيئة ما ينفعش نقول المشيئة الشرعية الدنيا ومشيئة كونية قدرية لأنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إلا كونية قدرية قال فإنه لو كان كذلك لما عبد غير الله أحد يعني إيه يعني لو كان القضاء في قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لو كان القضاء في هذه الآية من جنس قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كون فيكون لو كان القضاء في الآية دي زي الآية دي كان هيبقى قدرية كوني فيقول هنا إيه فإنه لو كان كذلك يعني لو كان قدرية كوني لما عبد غير الله أحد يعني لو كان وجدت الناس نفسها مضطرة بتعبد الله زي ما بتتنفس زي ما إيه هل الإنسان بيختار أنه يتنفس لما بيكون نايم لا ماشي كده ده أمر إيه ده أمر مفطور عليه ماشي كده أمر جبلني ماشي فكذلك لو وجد الناس أنفسهم إيه يعبدون الله اضطرارا يقول أي لما عبد غير الله أحد ولا كان من لا يحسن إلى والديه إلى آخر الآيات وبالوالدين إحسان يعني لو كان القضاء هنا كوني قدري لو وجد الناس أنفسهم مضطرون إلى الإحسان إلى إيه إلى الوالدين يقول والقضاء الشرع الديني quantitative هو الذي يحبه الله ويرضاه من عباده وهو الذي يسألهم عنه يوم القيامة يبقى القضاء الكون القدري لا يسأل عنه الناس يوم القيامة القضاء الشرع الديني هو الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة قال ويحاسبهم عليه وأما القضاء الكون القدري فهو متعلق بما أراد الله إيجاده وتكوينه مما يحبه ومما لا يحبه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإبليس قال الله كن فكان لكن إبليس هل يحبه الله؟ لا يحبه الله؟ وجود الظلم قدر الله وقوعه لكن الله يحب الظلم والله لا يحب الظالمين كما قال الله عز وجل يبعiusًا قدر الله وقوع الظلم لكنه لا يحب له الظلم يقول وأما القدر الكوني فهو متعلق بما أراد الله إيجاده وتكوينه مما يحبه ومما لا يحبه ولكنه خلقه لحكمة بالغة ومصالح عظيمة سبق نحن اتكلمنا عن الحكمة القدرية الكونية هو موجود قدر الله وجوده لحكم منها المدافعة بين الحق والباطل منها الاختبار للعباد وهكذا وكما ورد في القرآن قال في الآيات المحكمات التي نبهنا الله على عظم شأنها بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة اللي هي الآيات تعصورة الإسراء قال فيها البدء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد في قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ليه الآية رقم 22 دي بدأت الآيات المحكمات دي بالإيه بهذا الأمور بهذا الأمر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك يقول والختم به كذلك يعني آخر آية في الآيات دي كلها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورة يبالعيات بدأت بالأمر بالتوحيد والنهاية للشرك وانتهت أيضا بالأمر والتوحيد والنهاية للشرك قال فهذا تنبيه على عظم شأن التوحيد ومنزلته وخطر الشرك وعاقبة أولا في الدنيا وآخرا في الآخرة وفيه وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما إلى آخر ما في هذه الآيات من المواعد والحكم البينة نرجع للآية فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قوله ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه لو جئنا نطبق الإثبات والنفي في قوله ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا ده النفي إلا إياه ده إلا إياه ده إلا إثبات هو نفس لا إله إلا الله دايما أي توحيد حتى يكون توحيدا كاملا لابد فيه بالنفي والإثبات ماشي كده كما قال الله تبارك وتعالى مثلا كما قال عز وجل لا إكرار في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطغوت ده النفل ويؤمن بالله ده الإثبات ماشي كده وإلى عدن أخاهم هدن قال يا قوم يعبودوا الله ده الإثبات ما لكم من إله غير للنفل فلابد من رقناه التوحيد النفل والإثبات لن تجد في القرآن كله من أوله إلى آخره إثبات التوحيد إلا بالأمرين النفل والإثبات معا ماشي طيب فقوله أن لا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سوى وهذا معنى لا إله إلا الله قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد يعني إيه النفي المحض ليس توحيدا ضربنا على ذلك مثال لو قلنا مثلا لا آلهة هل ده في إثبات الإلهية لله؟ لا ماشي كده لو قلنا الله إله هل ده في نفي الإلهية عما سوى الله؟ لا فلا يكون في إثبات الإلهية لله ونفيها عما سوى إلا بالنفي والإيه؟ والإثبات معه طيب هو هنا اختصر الكلام في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ليه اختصره؟ لأن سبق الكلام قبل ذلك مفصلا في مثال متعلقة بلا إله إلا الله ماشي؟ هو الآن هينتقل على إيه؟ على جزء آخر باقي الإيه؟ باقي الآية قوله هو بالوالدين إحسان أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسان كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أن يذكر لي ولوالديك إلي المصير ويأتينا في الآية اللي بعد كده وعبدوا الله ولا تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ويأتينا في الآية التي بعدها قل تعالى لو أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فده آيات كثيرة جدا متضمنة لإحسان للولدي طيب سؤال هذا فيه الإيمان بالله وفيه الإحسان للولدي أين شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله متضمنة في إثبات التوحيد لأنه لن يعبد الله إلا من خلال ما سرعه على لسان رسوله شهادة أن محمد رسول الله في الموضة في الآيات متضمنة في قول ألا تعبدوا إلا إياه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء دي متضمنة لإثبات التوحيد هو عبده طيب خلاص احنا اتفقنا هنعبد كيف هنعبد يبقى نعبد بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه يبقى لابد من اتباعه الرسول يبقى عشان هنا فيها الأمر بالتوحيد والأمر بالإحسن إلى الوالدين أين الأمر بالإمام بالرسالة أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو متضمن في إثبات متضمن في إثبات التوحيد ماشي كده قوله إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا فلا تقل لهما أف ولا التأثيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء وشوف الكلمة أف كلمة كوانا إيه حرفين اثنين أقل شيء أقل كلمة يمكن عن إيه أن تقال ماشي قال قوله ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما لا يصدر منك إليهما فعل قبيح خد بالك فلا تقل لهما أف قول قبيح ولا تنهرهما لا يصدر منك فعل قبيح يبقى نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح ماشي كده يقول وكما قال عطاء ابن أبي رباح لا تنفض يديك عليهم ده اعتبر من الأمور من هي يعني لا ده مجرد إحداد النظر إليهم يعني واحد أبو يكلمه بصيره جانب هذا عدوه من إيه من سيء الأخلاق من سيء الأخلاق ماشي فضلا عن غيره والسلف على فكرة في هذا الأمر ضرب أعظم الأمثلة مسألة برد والدين يعني عندهم أمثلة عجيبة جدا في مسألة برد والدين تشمل مثلا ألا يسير أمامه ماشي وأن لا يعلو سقف تحته أبوه ما يطلعش فوق ما كان مرتفع أبوه تحته حتى لا تكون قدمه أعلى منه من أبيه وكان أحدهم يفضل أن يقوم الليل عند رجل أمه أولى من قيام الليل وكان أحدهم يمتنع كما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد برد والدين وكان يعني سلف في الأمر ذات لما تعد تذكر ما فعله السلف في مسألة برد والدين أمر من أعجب ما قد ترى فعلا إحنا وصلنا لدرجة كبيرة جدا جدا من العقوق عليها الناس لأن الله مستحن فيقول ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح لا تقول لهم أفن ده قول قبيح ولا تنهرهم ده فعل قبيح قال أمره بالفعل الحسن والقول الحسن ضد القول القبيح الفعل إيه القول إيه حسن وضد الفعل القبيح الفعل إيه الحسن أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما يبقى ده قول إيه يبقى لا تقول لهم أفن يبقى ده قول قبيح نهاه عن القول القبيح وأمره وقول لهما قولا كريما أمره بالقول الحسن يقول أيلينا طيبا بأدب وتوقير وقوله واخفض لهما جناحة ذل من الرحمة ده الفعل الحسن واخفض لهما جناحة ذل من الرحمة يقول أي تواضع لهما ده الفعل الحسن أمره بالفعل الحسن ونهاه عن الفعل القبيح وأمراه بالقول الحسن ونهى عن القول القبيح هل كده البر انتهى لا ده إذا كنت أمامهم تقول حسنا ولا تقول قبيح وتفعل حسنا ولا تفعل قبيح طب من وراهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير يبقى كل أوجه البر وبالتالي لا ينقطع البر بالموت لا ينقطع البر بالموت بل قد يزيد البر بعد الموت ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر بر الرجل أهل ودي أبيه إذا وله من أبر البر بر الرجل أهل ودي أبيه إذا وله صلتك للرحم دي بر الولدك ما أنت الرحم دول مين خالك وخالتك وعمك وعمبتك وعيالهم هذا برا بيه بوالديك وكذلك كما في هذا الحديث من أبر البر بر الرجل أهل ودي أبيه أصدقاء والدك وأصدقاء وصديقات والدتك برهم والسؤال عنهم هذا من برك بأبيك وإذا ورد هذا الحديث إن من أبر البر هذا ذكره ابن عمر رضي الله عنهما لما وجد أحد الرجال يمشي في طريق فأمسك ابن عمر بخطام ناقته الدب وابن عمر من هو؟ كأن علماء الصحابة يقوده ابن عمر بيقود الدب بتاعة الرجل فالرجل قال يعني أنت صاحب رسول الله أنت أحق بهذا فقال له فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر بر رجل أهل ودي أبيه دا ولا وأنت كنت صاحب أبيه صاحب عمر بن خطام فهو يبر هذا الرجل برا بمن؟ برا بأبيه فالبر لا ينقطع بلايه بالموت ولذلك قال عز وجل وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة هذا بر يزيد على مجرد الملاقاء الملاقاء ده لما تكون معهم القول الحسن والفعل الحسن تنتقى عن الفعل القبيح والقول القبيح هذا إذا كنت أمامهما طب أنت تسعة وتسعين في المئة من وقتك لا تكون أمامهم يبقى عندك إيه؟ عندك باب آخر وهو إيه؟ وهو من خلفهما والدعاء لهما ويأتينا بقاء الصدقة عنهما وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهم وغير ذلك يقول واخفض لهم جناح الظل من الرحمة يتوضع لهم وقل رب يرحمهما أي في كبارهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرة بالمناسبة في قوله عز وجل وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهم لما ذكر الله عز وجل الكبر هنا؟ يعني هل لا نبرهم إذا كان صغيرين؟ لا ليس المقصود ذلك ولكن كلما كبر كلما استغنيت أنت واحتاجهم وأنت صغير أنت محتاج هم مستغنون عنك وأنت صغير هم مستغنون عنك وأنت محتاج إليهم فإذا كبر استغنيت أنت واحتاجهم وثاني هنا يظهر يظهر البر يظهر البر اللهم استعام يقول وقد ورد في بر الولدين أحاديثة كثيرا أنا نصحكم قراءة هذه الأبواب من كتاب الترغيب والترهيب للمنزير رحمه الله الترغيب والترهيب للمنزير رحمه الله الأبواب المتعلقة ببر الولدين وهي كثيرة والأبواب المتعلقة بعقوق الولدين وهي كثيرة فعلا هذا الباب باب عظيم جدا جدا من الشرع وإحنا فعلا أغفلنا هذا الباب ولو انتبهنا وجدنا فعلا أن كثير مننا من يعقوى لليه دون أن يدري دون أن يدري والله المستعب يقول وقد ورد في بر لدينا حديث كثير منها الحديث المروي من طرق عن أنس غيره مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 فقالوا يا رسول الله على ما أمنت على أي شيء أمنت فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين قال فقلت آمين الله مصلي وسلم وزد وبارك عني ابن محمد قال ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه سهر الرمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين قال فقلت آمين ما يأتي شهر كل هذه الخيرات والبركات والفضائل في هذا الشهر العظيم ثم لا يغفر له في هذا الشهر متى يغفر لايه اللهم استعاني قال ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين قال فقلت آمين رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة يعني كان هذا من أقصر الطرق لدخول الجنة لما نيجي مثلا في شهر رمضان رغم أنف برئن داخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولو يغفر له قل آمين قال فقلت آمين دا لعلى إن أعظم وأسهل وأيسر وأقصر طريق لمغفرة الزوء في شهر رمضان صح كده؟ وإلا بعد كأن بعد هذه الخيرات فلم يغفر له فمتى يغفر له رغم أنف ماشي؟ فكذلك رغم أنف مرئن أدرك أبويه أو أحده فلم يدخلاه الجنة دليل على إيه؟ دليل على أن من أقصر وأعظم وأيسر أبواب دخول الجنة هي بر الولدين بر الولدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وللزمها إلزم قدميها فثم الجنة فثم الجنة اللهم استعلم يقول وراوى الإباب أحمد هذا حديث الماضي حديث صحيح قال روى الإباب أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والده أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة هذا حديث يقول قال العمد بن كثير رحم الله صحيح من هذا الواجه قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلساه فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم أول بخاري مسلم هنا ألاحظ الإشراك بالله وعقوق الوالدين زي ترتيب الآية زي ترتيب الآية وقضى ربك قال لا تعبده إلا ياه بالوالدين إحسان فكأكبر الكبائر الإشراك ثم عقوق الوالدين كأن أنت هذا حقه العظيم جل جلاله في سماء وهناك وهو الخالق صح كده فله أعظم الحق ثم حق الوالدين وهما سبب الإيجاد في الدنيا ماشي فلهما أعظم الحق في إيه في الدنيا إذا عندك الآية العجيبة كما قال رب العزة جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم طب جاهداك ده عليه سيقول لك ده بيشتبني وبيضربني وبيفعل 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 يعني هي مثلا أمرك بالكفر مثلا بالله أمرك أن تسجد للصنم أمرك أن تكفر بدين الله عز وجل هل هناك ما هو أشد من ذلك في حاجة ذنب أكبر من كده مفيش ذنب أكبر من السرك إن السرك لظلم عظيم أكبر الظلم على إطلاق الإشراك بالله الله عز وجل يقول لك وإن جاهداك جاهداك ده مش قال لك يشرك لا جاهداك مش واحد ده اتنين أصر وفضل ومرة 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 وانت بالدفع هم مصرين وجاهداك بقى ممكن يبتلوك ويضربوك ويعذبوك عشان ايه على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه فلا تطعهما ده بالنسبة للشرك وصاحبهما في الدنيا معروف ما قال لك شيء اوقوهما اوقوهما وذلك نسمى أمور مأمور ببريهما على كل حال حتى وإن وصل إلى الكفر والشرك إياذا بالله حتى إن وصل الكفر له والشرك إياذا بالله قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الرب رضى الرب في رضى الوالدي وسخطه في سخط الوالدين قال رؤى التربزي وصحاحه بن حبان والحاك قال عن أبي أسيد السعدي رضي الله عنه أنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإن فاذ عهدهما من بعد موتهما من بعدهما وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما قال روه بداود بن ماجا والحديث في هذا المعنى كثيرة هذا حديث الذي سابق ذكره حديث فيه ضعف لكنه حديث صحيح المعنى وقد وردت هذه المعنى التي ذكرها النبي صلى الله في هذا الحديث وردت في حديث أخرى يعني قوله الصلاة عليهم الصلاة عليهم معنى الدعاء وإحنا ممر معنى الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير وهذا دعاء ماشي وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثه ذكر منهما النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له يبدأ صلاة عليهم قال والاستغفار لهم والاستغفار نوع معهم من الدعاء ماشي كده وإنفاذ عهدهما من بعدهما ودي ذي الوصية أو غيرها وهذا من البر قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم ماشي ودي وردت فيها حديث أخرى من فصلة كثيرة وإكرام صديقهما وده ورد فيه من أبر البر لبر الرجل أهل وديه به فالمعاني كلها وردت فيه طبعا ومن ذلك مثلا الصدقة عنهما الحج والعمر عنهما وهكذا طبعا قضاء ديونهما هذه كلها أشياء من الأمور التي وردت في بر الولدين وإحنا ذكرنا مسألة بر الولدين من أعظم الأمور التي ينبغي لنا أن نهتم به وكما ذكرنا باب قريب سهل هين من أبواب الجن لكن الموفق في هذا الباب من وفقه الله عز وجل وإحنا فعلا عندنا تقصير شديد جدا في هذا الأمر وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهم يقول له يعني أنه قتل نفس فهل له من توبة فسأل ابن عباس رضي الله عنهما هل لك أم حية؟ قال نعم قال له ذهب فبراها فلما انصار فالرجل فقيل له لماذا سألت عن أمه فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلم عملا يقرب إلى الله عز وجل أعظم من بر الولدة لا أعلم عملا يقرب إلى الله عز وجل أعظم من بر الولدة وذلك لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم خواب وخسر أو رغم أنث ثم رغم أنث ثم رغم أنث من أدرك والدي أحدهما أو كدهما فلم يدخلها الجنة تعلم فعلا يعني إن مسألة بر الولدين ده باب عظيم جدا جدا إحنا غفلنا عنه وأنا أمر حكاولي من يعني واقع معه هذا الأمر بنفسه رجل يعني يقول كنا في عمرة شاف قلت لكم لكده أو لأ في شهر رمضان في العاشر أو آخر ومن رزقاه الله عز وجل للحجة أو العمرة يعلم أنه لما بيصلي في الحرم كل صلب إليه إيه بعد الصلب صلاة جنازة الصلاة على الأموات يرحمكم الله صح كده الصلاة على الأموات على الأموات فكنا في شهر رمضان وفي ليلة 27 بعدما صلينا صلاة العشاء يعني ليلة 27 قال فالمؤذن بعدما صلى العشاء قال الصلاة على الميت يرحمكم الله فقال فأنا انتبهت ميت واحد بس قصة تفرق لما تدعي لكل الناس قلل لما تدعي الشخص بإيه بعين ماشي المهم فطبعا يعني على ما سمعتش مرة قال الصلاة على الميت دائما سمعت الصلاة على إيه الموتى أو الأموات يرحمكم الله ما فيش ميت وح فضلا بقى أن يكون ليلة 27 من رمضان ويكون هذا العدد الضخم جدا من الإيه من ليلة 27 العدد في الحرم بيكون أضعاف 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 غيرها من الوقت فالمفروض لو كين فيه في العادي أن يكون فيه عشر أموات في الصلاة في ليلة 27 من رمضان فيه 40-50 وده الطبيعي في الحرم لا الصلاة على الميت يرحمكم الله ويقول حتى انتهينا من الترويح وصلينا الفجر وروحنا الفندق فبنأمن على الناس الموجودة فين عم محمد قالوا عم محمد نصلينا عليه ليش أم محمد ده واحد من الفوج هو رجل من عجم رجل من عجم أم محمد ده كان ايه مثلا يعني يعني كان رجل مثلا من أهل القرآن مثلا ولا من المقرئين ولا رجل من العلماء الضخام الكبار ولا كان رجل يعني من مثلا كثير الصدق أو النافق أو كده لا عم محمد ده كان رجل عادي جدا 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 ما عندوش ولا بقل علم ولا قرآن ولا أي شيء لكنه كان بارا بأمه بس وبس سألت بقى من عم محمد بقى الصلاة على الميت فألف سألت عنه فوجدته كان بارا بأمه وعند يذكر بقى من بره بأمه أشياء زي اللي احنا كنا بنسمع عنه في كلام السلف كان شديد البر بأمه إلى أقصى درجة ممكن أن أنت تتخيل يعني أقول لك مثلا في يوم عيد الأضحى كان يعلم أن أمه كانت بتحب أن ترى الأضحية وهي تذبح في يوم عيد الأضحى أمه مريضت كانت مريضة فلم تنزل لرؤية الأضحية فيعمل إيه؟ وأمه سكنة في الدور السادس فيحمل الكبش على كتفه ويطلع لها الدور السادس ويجي جنب السرير بتاعها ويذبح الأضحية بين ربهم ويجيب أولاده ويجيبهم جنب السرير عشان يفرحوا ويفرح أمه بإيه؟ كانت تفرح هي بمثل ذلك كان بارا بأمه يعني ما يعني قال مثلا يقول لك مثلا ما كانش يشتري الأم نعل هزاء أكرمكم الله إلا ويأتي عند قدميها ويضع رأسه عند قدمي أمه ويحط النعل فوق دماغه لا هو الله ما تلبسيه من فوق دماغه فده إلا هو الرجل فأنت كن إنه هو يوفق ويموت يوم 27 ويصلي عليه في المسجد الحرم شوف كام ألف إنسان ولا يوجد غيره يعني محدش أي صدر تلكم كده هتلاقي أموات لكن كن إنه وفق ويكون إنسان واحد يصلي عليه جاد عليه كل الناس هذا هو التوفيق والموفق من وفقه الله عز وجل وذلك أنا أقول إن مسألة بره والدين إحنا فعلا عندنا تقصير عظيم جدا جدا في مسألة بره والدين وأذا باب عظيم جدا من أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذا الباب والنبي لما قال خابة وخسر من أدرك والدي أحدهم وكلهم فلم يدخل إلى الجنة دل على أن هذا من أقصر وأيصر أبواب دخول الجنة لكن للأسف كثير من يتفطن وينتبه طبعا ده محتاجي إنه يكرره الآن مع وجود العقوق الشديد جدا من الوالدين من الأبناء إلى آبائهم يقول لك أصله بضربني أصله بيجتمني أصله بيقصو علي والله يقول إن جهداك على أن تشرك بما لا سيلك بإعلم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف لو أمرك بالكفر والشرك بشيقص عليك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف والله مستعن لبهذه الآية الثالثة وهي قوله تبارك وتعالى وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَلِدَيْنِ يَحْسَانِ يقول قوله عز وجل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا هذه الآية الرابعة يقول قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية قال يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ إِثْبَات وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا نَفِي برضا قال وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشر آية الحقوق العشر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا طبعا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا مَرَّتْ مَعْنَا ماشي كده وبالوالدين إحسانة مرتْ مَرَّتْ مَعْنَا ماشي كده طيب يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشر وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام إحنا عندنا آية الأنعام اللي يقول تعالى وَأَتْلُوا مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللي يالآية اللي جاي ماشي في بعض النسخ من الكتاب إحنا عندنا كده كده الكتاب موجود فيه وَأَعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وموجود فيه قل تعالى وَأَتْلُوا مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ في بعض النسخ تقديم آية الأنعام على آية النساء يعني في بعض النسخ موجود آية قل تعالى وَأَتْلُوا مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَبَعْدِ كده آية النساء وَأَعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وفي بعض النسخ تقديم آية النساء على آية الأنعام ماشي كده هو بيقول هنا إيه يقول ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن عباس الآتي لآية الأنعام ليكون ذكروه بعدها أنسب هو اختار هنا تقديم آية النساء وبعد كده يأتي بآية الأنعام ليه أتى بآية الأنعام بعد ذلك لأن بعد آية الأنعام داخل الكتاب فيه حديث عن ابن عباس هذا الحديث بيتكلم عن آية الأنعام فيكون الحديث بعد الإيه بعد الآية يبدأ إيه ده معنى إيه الكلام ماشي طيب نرجع لآية الإيه نرجع لآية النساء اللي هي قوله عز وجل وعبودوا الله ولا تشركوا به إيه إيه شيئا دي تسمى آية الحقوق العشر ماشي طبعا عبودوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا واحد وبالوالدين إحسانا ده إيه اتنين وسبق الكلام على إحسان الوالدين فآية إيه على إسراء طيب والجاري ذي القرب ثلاثة والجاري الجنبي أربعا والصاحب بالجنب خمسة وابن السبيل ست وما ملكت أيمانكم يبقى كده سبع إن الله لا يحب من كان مختالا فخور ماشي كده يبقى وعبودوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربة واليتامة والمساكين والجاري ذي القربة والجاري الجنبي والصاحب الجنبي وبن السبيل وملكت أيه أيمانكم اللي العشر وعبودوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ماشي وابن ذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل ماشي وابن ذي القربة والمساكين والجاري ذي القربة والجاري الجنبي لا وعبودوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابن ذي القربة ماشي واليتامة والمساكين والجاري ذي القربة والجاري الجنبي والصاحب بالجنب وبن السبيل ومملكة أيبا نكمل وكذا كم العاشر نخدم واحدة عشان بس يعرفين معنى طبعا بعضها معلوم معنى ماشي بالولدين حسن مرت معنى وبذي القربة الأقارب سباة الرحم ماشي واليتامة معلومة المعنى طبعا كل واحدة معلومة المعنى فيها نصوص كثيرة جدا جدا في القرآن وفي الصنة عشان بس ايه لكن مقصودي بس بهذه المعنى في قوله عز وجل والجاري ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب ماشي واليتامة والمساكيني والجاري ذي القربة والجاري الجنب الجاري ذي القربة والجاري الجنب الجاري ذي القربة قيل أنه هو الجار القريب الجار ذي الرحم يبقى هو اجتمل على صفتين على صفة الجوار وعلى صفة القرابة ماشي والجاري الجنب هو الجار الذي ليس بقريب ليس بذي رحم يبقى جار له له حق الجوار فقط وقيل الجار ذي القربة هو الجار الملاصق الجار ليه الملاصق والجار الجنوب هو الجار غير الملاصق يعني ليه البيت التاني ماشي كده فعلى كل دافيه الوصية بنوعين من أنواع له الجوار وسواء كان جار وهو ذي رحم فهو بلا شك يعني ينبغي مراعاة حاله أكثر من غيره وإذا كان جار ملاصق فهو مراعاة حاله أكثر منه من غيره والجار الجنوب على كده القولين بأنه الجار الذي ليس بقريب أو الجار غير الملاصق فهو أيضا له حق الجوار ثم قاله عز وجل والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب على أقوال من أقوال أهل التفسير وأشهرها أمرين أشهرها هي الزوجة ماشي كده وهي الصاحب الجنب هي الزوجة الصاحبة التي تصحب الإنسان في حياته وقيله هو الصاحب في السفر الصاحب إليه؟ في السفر وقد أوصل الله عز وجل إليه به والسفر يصفر عن معادن الرجال الإنسان يعرف صديقه من إليه؟ بين السفر قاله وابن السبيل وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبيل طريق الصحراء والأسف الآدمع كثرت من يعني فيه كثير من الناس ممن يحترف هذه المهن فلأسف يعني الأمر أصبح إيه؟ أصبح مختلط ولا حول أقوال إلا بالله وما ملكت أيمانكم والمقصود بملك اليمين هم الإماء والعابد الإماء والإيه؟ والعابد وسبحان الله المسألة الإماء والعابد بس عشان إيه؟ نبقى إحنا المسألة دي بالذات الشرعة رعى فيها معاني لم توجد في أي أمة من الأمة يعني بعض الناس بيتهم الشريعة يقول أنت إيه الشريعة أقارة العبودية ومش أقارة العبودية وقال لك الآن حقوق الإنسان بتأتي بنبذ موضوع إيه؟ العبودية هناك عبوديات عندهم من نوع آخر عبوديات عند الغرب من نوع آخر العبودية دي اللي الرقيق ده معناه إنسان يباع واشترى هو الإنسان عندهم يباع واشترى فعلا الآن فعلا الإنسان عندهم إيه؟ بيباع واشترى بيباع واشترى بكل ما تحمل الكلمة ماشي؟ بمعنى أن الإنسان عندهم سلعة سواء هم بيتعرضوا لهذا الإنسان بيبيعوا فيه ويشتروا بمعنى أن مثلا عندهم عايزين يكساء ويأخذوا في جيب الإنسان ده فبيحاول أن هم يغرب كل طريق عشان يأخذوا ما في يدي ولو تملكوا منه ويبيعوا فيه ويشتروا زي ما هم عايزين وكذلك عندهم مثلا النساء سلع بتباع وتشتر ماشي ومسألة أنهم بيهتموا بالنساء في العروض وما إلى ذلك هو أيضا لأنها عندهم سلع تباع وتشتر ده من حيث الجملة فيهم داخل مجتمعاتهم خارج مجتمعاتهم هم يتعاملون مع غيرهم على أنهم سلع وده اللي بتعاملوا مع المسلمين ده بيتعاملوا بقى المسلمين في شد طبيقاء الأرض لأنهم أقل من الحيوانات والله ما مستعظم مسألة دي فيها فعلا فيها أمور عظيمة جدا جدا مسألة تعامل الغرب مع المسلمين في بلاد المسلم فبيتعاملوا فعلا معه لأنه مش عبيد لا ده ممكن أقل من الحيوانات وأنا رأيت بنفس تعلمون السيجنة وغريب وأحداث كان وقعت في الصفاة واحدثها في أفغانستان من الأمريكان وغيرهم ممن يدعونا المسألة للتحضر نرجع للشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية تعاملت مع الرقة على أنه أمر موجود في المجتمع قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعامل الشريعة مع الرقة أمر عجيب جدا يعني ما يوجد تقريبا أمر من الأمور الشرعية إلا وفيه كفرة عدق رقب يعني مش عارف القتل النفس الخطأ فيه عدق رقب المش عارف الظهار فيه عدق رقب الحالف اليمين عدق رقب كأن الشرع متشوف لعدق الرقب بعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثهم جدهن جد وهزلهن جد ويذكرونهم العدق يعني واحد قال لعده أنت حر أخلص بقى عتيق يعني كأن الشرع متشوف لمسألة العدق وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا واحد لطم عبدا فيقول له لن توفي حقه إلا أن تعتقه وبعدين لا مش كده دلاطا عبدا أما هم كانوا بعملوا إيه في العبيد في الجهلية شوف بقى كانوا بعملوا إيه في الصحابة لما أسلموا كانوا بعملوا بعملهم فعلا أنهم إيه على أنه سلعة تباع وتشترى إلى أقصى درجة يأتي مثلا حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم فاطعموه مما تطعمون واكسوه مما تكسون ولا تكلفوه من العمل ما لا يطيقون فإذا كلفتموه فأعينه فإذا أنت تتأمل حديث ده واللي بيرويه ده أبو ذر رضي الله عنه وارضاه سبب بروية أبو ذر للحديث برضه موضوع قصة الحديث أن أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كان يسير هو عبد الله ويرتدي حلة حلة دي الحلة عندنا اللي هي البدلة الملابس المنقطعتين دي الأميس واللي هي الجاكت والبنط هو عندهم الحلة دي اللي هي الإذار والرداء الإذار والإيه والرداء الرداء هو اللي بتلف على الوسط ده نتعالي حج والعمرة ده والإذار والرداء اللي تحط على الكتف إحنا أنت ممكن تأخذ الرداء ده تحطه مكان الإذار تلفه على وسطك أو تأخذ فهاش مشكلة فأبو ذر رضي الله عنه وارضاه رؤية يمشي مع عبد الله يرتدي لاثنين نفس الإذار هو حلة واحد يعني هو مثلا شاري وماشى خضر مفروض تبقى إذار والرداء فهو لبس نصها تحت ومدي للعبد لبس نصها تحت فسألوه يعني لو أنت لبست هذا هذا الرداء لبسته أنت إذار تكون قطعة كاملة يعني فقال يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إخوانكم خوالكم فطعموه مما تطعمون فكان لا يأكل إلا وهو معه واكسوه مما تكسوه فأول ما اشترى ما معهوش بذر يشتري اتنين يدي يجيب له واحدة وواحدة فاشترى واحدة وقسمها بينه من إيه واكسوه مما تكسوه ولا تكلفوه من العمل ما لا يطيقوه فإذا وإن كلفتموه فأعينوه يقول لك العبيد بقى بالله عليكم فيه عبيد في الحمد وكده في الدنيا مثلا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا رأاه ويصلي اعتق ويقول من خدعنا في الله انخدعنا له يقولوا ده بيضحق عليك عشان أول ما يشوفوك فكان بيصلي قدوك بس يقول من خدعنا في الله انخدعنا له يعني لش الإسلام تعامل مع العبيد ده تعامل عجيب جدا جدا يعني لطيقوه حديث معه ابن الحكم السلم رضي الله عنه لما لطم عبدا أمره النبي صلى الله فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهيساب ابن التيهان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد يصلي وأعطاه لأبي الهيساب ابن التيهان رضي الله عنه وعطاه وقال له اكرمه فإني رأيته يصلي اكرمه فإني رأيته يصلي يعمل بقى معي أبي الهيساب فذهب إلى امرأتي وقال لها لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه فإني رأيته ويصلي فقالت له ما أنت ببالغ فيه وصية رسول الله حتى تعطقه شوف النصيحة شوف المرأة تقول له أنت لو فعلا عايز تكرمه عشان تحققت بمحق وصية النبي ستعتقه فأعتقه فقال له أنت حر الواجه الله شوف الصحابة كانوا يتعاملوا إزاي معه مع هؤلاء ولما يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ويشير إلى بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه اللي هو كان عنده في الجاهلية عمر كان سداد قريش كان يعنف أنه يسلم عليه أصلا شوف بعدما أسلم يقول سيدنا وأعتق سيدنا فالتعامل الإسلام مع الرق لا يقول بأواما ملكت أيمانكم لا تعامل الإسلام مع الرق تعامل آخر وذلك في الآية دي الله عز وجل أوصاهم بملك أوصاهم بملك اليمين خير ماشي والنسألة دي في حديث تاني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسألة الترغيف في العتق ماشي كده منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إن الرجل إذا أعتق عبدا فإن له بكل عضو من أعضائه عتقا من النار يعني من آخر لو أنت عتقت عبد أنت كده عتقت من النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تجد عامة الفقهاء في زمن الصحابة كانوا من الموالي عامة الفقهاء فعلا في زمن الصحابة وآخر زمن الصحابة كانوا من الموالي الموالي دي اللي هم كانوا أصلا عبيد ولكن لحسن طلبهم للعلم صاروا أسيد الناس بسبب إيه بسبب إتقانهم وبارعهم في طلب العلم الصحابة المقصود يعني أن في الآية وما ملكت أيمانكم ليه آية الحقوق العشرة فالإحسان إلى بلك اليابين هذا دين عند المسلم ده تطبيق يعني كلام وتطبيق لا يوجد أمة من الأم طبقت هذا الكلام إلا أمة الإسلام يعني الغرب يقول لك إحنا بتحقق الإنسان وكده ويدايقوا جدا لما يكون حيوان مثلا مات مش عارف آه والله ويعملوا بقى عشان الحيوان وكما كانوا جايبين في الصومال الأمريكان مسكين واحد مسلم من الصومال وبيشوه على النار حطينه على البتاع اللي بتلف دي الجنود الأمريكان بيهزاروا مع بعض بيتعاملوا مع المسلمين كده ويقول لك حقوق الليه حقوق الإنسان نسأل الله العافية نعوذ بالله من الكفر والضليل طيب الآية الخامسة قوله عز وجل قل تعالى وَأَتْلُمَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وهذه آية سورة الأنعام طيب نرى أن نحن نتوقف هنا عشان نأخذها مرة جاية كلها على بعضها عشان نأخذ معه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لي وصية النبي صلى الله عليه خاتمه نأخذ هنا وصلى الله على محمد وعلى آله